السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن فوائد زيت اللوز الحلو واحد فوائد زيت اللوز الحلو للبشرة يمكن ان يعمل زيت اللوز الحلو كعامل تفتح ممتاز للبشرة وعلاق حروق الشمس السيئة او الترابات تلون الجلد او الدوائر تحت العين او الندبات او غيرها من العيوب التي تريد القضاء عليها اتنين زيت اللوز الحلو للعناية بالشعر يمتلك الزيت القضرة على تقويت شعرك وتقليل تساقط الشعر تلاتة زيت اللوز الحلو يمنع الشيخوخة المبكرة الاستخدام المنتظم لهذا الزيت العطري يمكن ان يساعدك في ان تبدو اكثر شبابا وان تبدو افضل اربعة علاج تشقق الشفاء بزيت اللوز الحلو زيت اللوز الحلو هو وسيلة ممتازة لترتيب الشفاء المتشققة حيث ان هذا الزيت غني بالفيتامينات وله خصائص مرتبة تجعله مثاليا للاستخدام كمرهم طبيعي للشفاء ببساطة ضع زيت اللوز الحلو على الشفاء الجافة المتشققة لترتيبها وايضا علاج انتفاخ الجفون بزيت اللوز الحلو كن بتدليج زيت اللوز الحلو في منطقة ما حول العين للحصول على حل طبيعي رائع لاجهاد وانتفاخ العينين وايضا زيت اللوز الحلو لعلاج الكشرة حيث ان زيت اللوز الحلو من اهم علاجات الكشرة عن طريق الترتيب العميق وازالة خلايا الجلد الميتة على فروة الرأس وايضا يخفف من حالات الالتهابات اذا كنت تعاني من حالات التهابية من اي نوع داخليا او جلديا يمكن ان يكون زيت اللوز الحلو علاجا سريعا وفعالا وايضا يحسن قوة الازافر يمكن ايضا استخدام نفس المزايا التي يضفيها هذا الزيت لبشرتك وشعرك على ازافرك اذا كنت ترغب في الحد من كسر الازافر والحماية من الالتهابات الفطرية وتحفز النمو الصحي ما عليك سوى تطبيق بعض من هذا الزيت على ازافرك وحاول الزفر مرة واحدة يوميا حتى تبدأ في رؤية النتائج وايضا تعزيز صحة القلب ولوعية دموية اذا تم استهلاكه داخليا يمكن ان يكون لزيت اللوز الحلو تأثيرا كبيرا على صحة قلبك حيث يمكن ان يساعد في اعادة توازن مستوى الكوليسترول في الدم وتقليل خطر الاصابة بامراض القلب ولوعية دموية وايضا يحسن القدرة المعرفية فمن المعروف جيدا ان اللوز يزيد من قوة الدماغ ويحسن الزاكرة والاحتفاظ به تنبيه هام من المهم ان لا يستخدم اي زيت او مكون قبل اجراء اختبار تحسس على مساحة صغيرة من الجلد اولا كما انه من المهم ايضا استشارة الطبيب حول الجرعة عند استخدام الزيت بكميات علاجية في نهاية الفيديو ننوه ان المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني ابدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو اعجبكم ياريت ادعونا بلايك وكومنت وتشارفوا فيديو مع اصدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ اشتركوا في القناة